استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب المجموعة الثانية من متدربي الدفع الرابع من البرنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والتابعي للأكاديمية الوطنية للتدريب تأتي الزيارة في أتار تعاون المستمر والبناء بين مجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من متدربي البرنامج رئاسي للقيام بزيارات تفاعلية والاطلاع على أسلوب العمل ومهام مجلس النواب بحسب الدستور ولتطبيق ما يتم دراسته خلال فترة التأهيل بالبرنامج